موسيقى حبايبنا طلاب الصف الرابع الابتدائي أهلا بيكو كلكم طبعا معاكم مستر ديفيد اللي دايما بنتكلم عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا النهاردة هنكمل كلامنا عن المحور بتاعنا المحور الرابع مشروعات برمجية وهنشرح الدرس التاني من المحور ده وهو مهارات المشكلات وبفكركم دايما ان احنا نكون محضرين ورقة وقلم وكتاب المدرسة زي كل مرة ودرسنا موجود في صفحة 50 و 51 في الكتاب بتاع المدرسة بتاعنا وما تنسوش ان كل درسة عندنا في المحور الرابع هيبدأ يقربنا اكتر من اجابة السؤال الكبير بتاعنا بتاع المحور الرابع وهو كيف يمكن ان تساعدنا مختلف برامج البرمجيات وطبعا معروف ان كل درسة عندنا ليه اهداف واهم حاجة نشوف احنا حققنا الاهداف دي مع بعض ولا لسه في اخر حصتنا او في اخر الحلقة بتاعنا واخدوا بالكو كل شغلنا زي كل مرة هيكون على الشاشة اللي قدامنا عشان كده عايزين عنيك ودائما مركزة وعلى طول منتبهين لكل كلمة بنقولها يا طرى جاهزين للدرس الجديد طيب يلا بينا بقى نبدأ مع بعض وطبعا طلاب الصف الرابع اللي ابتدائي مستعدين جدا لبداية جديدة وتحالوا نشوف اهداف درسنا النهاردة بتتكلم عن ايه يلا بينا عنوان درسنا النهاردة بيقول ايه مهارات حل المشكلات يعني ايه الكلام ده يعني احنا هنعرف في نهاية الدرس بتاعنا ازاي نشرح الخطوات المتبعة في حل المشكلات البروستس هتمشي ازاي يعني وكمان هنناقش كيفية تقسيم المشكلات الكبيرة الى اجزاء صغيرة وهنحل المشكلة الناه ونحلها مع بعض في الحلقة بتاعتنا وطبعا دي فرصة كبيرة جدا وحلوة جدا لطلاب الصف الرابع لابتدائي ان هم يتعلموا ازاي يمشوا على خطوات معينة في حل المشكلات اللي ممكن تواجههم او تقابلهم وطبعا احنا مع بعض النهاردة هنعرف ازاي هنقسم اي مشكلة ممكن تقابلنا لخطوات صغيرة نحلها يعني وطبعا طبعا جزء بجزء هتتحل جزء بجزء علشان نقدر نوصل لحل للمشكلة كبيرة دي طبعا لازم نمشي step by step حلو جدا تعالوا بقى نشوف ازاي هنحقق هدفنا النهاردة مع بعض في الحلقة بتاعتنا تعالوا نقرأ الجزء بتاع لنتفاعل معا طيب احنا هنشوف الجزء ده مطلوب مننا سؤال وفيه شوية اسئلة كده ونقرأها مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه فكروا دلوقتي في مشكلة وجهتكم وجهة الطلبة يعني وجهتوها في الهواتف بتاعتكم يعني التليفونات بتاعتكم او جهاز رقمي اخر اي جهاز تاني طيب ايه هي المشكلة دي هل استطعتم حلها عرفتم ان انتم تحل المشكلة طيب اذا كان بامكانكم حلها فكيف ذلك هتعملوا كده ازاي طيب واذا لم تستطيعوا حلها فما الذي تعلمتوه ومن الممكن ان يساعدكم في المرة القادمة التي تواجه فيها مشكلة ممثلة يعني زيها برضو طب تعالوا كده نفكركم بمشاكل اللي تكلمنا عليها قبل كده في الترم الاول وطبعا انتم عارفين حلها فاكرين في المحور الاول بتاعنا عرفتم ان الكابلات بتاعت الماوس والكيبورد لازم تتأكدوا انها متوصلة كويس جدا وان لو الجهاز علق مننا لاي سبب ما ممكن ان انتم تعملوا ريستارت في اي وقت وممكن الجهاز يشتغل كويس جدا او مثلا لو في ملف فايل يعني انتم عملين تدوره عليه ومش لقينه ومش عارفين توصلوله عبارة مثلا عنصورة مثلا يبقى هتدوره وتبحثه في السيرش بوكس على بيكتشر معينة وتشوف البيكتشر بتاعتك اللي انت عايزها دي فين لو انت عارف اسمها او اي فايل انت عارف الاسم بتاعه تقدر انك تدور عليه في السيرش بوكس طيب طبعا احنا عارفين كل المعلومات دي من المحور الاول بتاعنا وطبعا بيقى موجود السيرش بوكس ده جنب علامة الويندوز وشفناها قبل كده وتكلمنا عنها كتير طب لو وجهتوا بقى دلوقتي مشكلة اكبر من كده لازم تعرفوا مهارة جديدة وهي ازاي انتوا تحولوا المشكلة الكبيرة دي لاصغر بحيث انتوا تقدروا تقدروا تعملوا ايه بقى؟ تقدروا انتوا توصلوا للحل واحدة بواحدة ستاب باي ستاب يعني مجرد ما تعرفوا ازاي تجزقوا المشكلة دي ده شيء كويس جدا وهيساعدكم جدا في حل اي مشكلة بشكل تدريجي طيب تعالوا نشوف بقى ازاي نعمل كده في فقرة لنتعلم طب تعالوا نشوف مع بعضه مكتوب عندنا ايه؟ لنتعلم مكتوب عندنا اتخاذ خطوات لحل مشكلة ما طيب تمام دلوقتي يلا بينا نقرأ اكتر عن الموضوع ده وفعلا نتعلم اكتر واكتر وزاي ما تعودنا واحنا بنقرأ هوقف قرية فجأة وهسأل شوية اسئلة ولازم الطلبة تكون مركزة كويس جدا في كل حاجة بنقولها واقعوا تنتبهوا لأي حاجة تانية غير الكلام اللي احنا بنقرأه سوا طيب تعالوا بقى نقرأ الجزء ده والجزء الاول من الفقرة دي فقرة اللي نتعلم هنعرف فيها اكتر عن الموضوع ده طيب تعالوا نقرأ مع بعض تماما كما في حياتك اليومية زي ما بيحصل كل يوم قد تواجه مشكلات ممكن تقابل مشكلات تحتاج الى التفكير فيها وحلها بتفضل انك تدور كتير جدا هتحل المشكلة دي ازاي عند استخدام ادوات تكنولوجيا لمعلومات والاتصالات وقد يبدو حل مشكلة الناه امرا صعبا في بعض الاحيان ممكن مشاكل كتير للأسف ما نعرفش ان احنا نحل لها لذلك عليك اتخاذ خطوات لتجعل عملية حل المشكلات اسهل فيما يلي بعض الخطوات الشائعة التي يمكنك اتخاذها طيب تعالوا كده نقرأ مع بعض ايه الخطوات اللي ممكن نتخذها رقم واحد مكتوب بناء فرضية طب تعالوا نقرأ مع بعض دي معناها ايه الفرضية هي تخمين علمي هخم يعني حول كيفية حدوث الاشياء هي محاولة للاجابة عن سؤالك بتفسير يمكن اختباره طيب رقم اتنين مكتوب عندنا اختبر فرضيتك لا تنجز اي اختبار يعرضك للخطر رقم ثلاثة هل نجح اختبارك ما من مشكلة اذ لم ينجح فنحن نتعلم من اخطأنا ماذا تعلمت كيف سيساعدك ذلك على بناء فرضيتك التالية ونقدر نقول ان التلات خطوات دول بيوضحوا حاجة اسمها طريقة المحاولة والخطأ يعني ايه طريقة المحاولة والخطأ يعني انت بتحاول وممكن تغلط وده عنصر مهم جدا في عملية حل المشكلات لان في حياتنا نادر جدا لما بيكون الحل صح من اول مرة مش شرط خالص ان انت تكرر حل لمشكلة ما من اول مرة يبقى هو ده الحل الامثل لا انت ممكن تعمل ترايلز كتير جدا تحاول مرة واثنين وثلاثة لغاية لما توصل للحل الامثل يبقى احنا لازم نعرف ان احنا هنجرب كذا حل لحد ما يزبط معانا حل منهم حل منهم هو اللي هيبقى الحل الامثل طب تعالوا نكمل اراية بقى لباقي فقرتنا نشوف مكتوب عندنا ايه؟ بيقولي تقسيم المشكلات الى اجزاء صغيرة قد يكون بعض مشكلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اكثر تعقيدا من غيرهم اعمل على تقسيم هذه المشكلات الى اجزاء صغيرة وحلها تدرجيا طيب طبعا طبعا مكتوب عندنا اقرأ هذه المشكلة من عالم الواقع طلب منك معلم او المعلم بتاعك يعني المساعدة في تنظيم رحلة للفصل طيب في البداية قد تبدو المهمة الموكلة اليك صعبة للغاية انت المهمة بالنسبة لك شايفها انها صعبة جدا ولكن اذا قسمتها الى عدة مهام صغيرة فستصبح اسهل ده اللي مكتوب عندنا المدرس بتاعك طلب منك انك تعمل رحلة صغيرة طيب تنظيم رحلة للفصل يعني طبعا في البداية انت ممكن تتخد وتقول انا اللي هنظم الرحلة طب ازاي؟ الموضوع هيبقى صعب جدا لكن لو قسمت المهام بتاعتك لمهام صغيرة ساعتها تقدر انك تحلها طب تعالوا بقى قبل ما نشوف المهام الصغيرة نقرأ الملحوظة اللي موجودة عندنا دي على البورد تعالوا نشوف مكتوب عندنا ايه؟ ملاحظة اذا كان معك مجموعة من الاشخاص يساعدونك في حل مشكلة كبرى فخصص لكل منهم جزءا من اجزاءها الصغيرة لحلها طيب يعني انت لو معاك جروب كبير وانتوا يعني مستعدين ان انتوا تعملوا المهمة دي مع بعض تقدر ان انت تقسم المهام عليك وكلكو طب تعالوا نشوف بقى المهام الصغيرة اللي هتساعدنا في تنظيم الرحلة دي اللي موجودة في صفحة 51 ونقرها مع بعض يلا بينا اول حاجة بيقول لي قرر وجهة الرحلة يعني ايه؟ انت هتروح فين؟ المكان يعني بتاعك النقطة اللي بعدها حدد تاريخ الرحلة وتوقيتها احنا قلنا هنعمل points علشان نفهم كويس يبقى اول حاجة انت هتعرف المكان اللي انت رايحه تاني حاجة هتحدد تاريخ الرحلة وتوقيتها الساعة كامي يعني؟ ويوم ايه؟ النقطة اللي بعدها اسأل عن سار الرحلة لكل تلميز احنا عايزين نعرف كل تلميز هيتكلف كام هيجي فلوس معاه كام يعني علشان يقدر ان هو يطلع الرحلة تكلفته يعني النقطة الرابعة بيقول لي حدد كيفية وصولك مع زملائك الى الوجهة يعني هتروح المكان ده ازاي؟ طيب النقطة اللي بعدها حدد الاغراض التي على التلميز احضارها معهم يعني المفروض ان كل تلميز يجيب معاه ايه؟ علشان يروح المكان اللي انت اخترته ده قائمة بالقواعد التي يجب اتباعها يوم الرحلة لازم يكون فيه رولز نمشي عليها مش اي حد يعمل اي حاجة في اي وقت هو عايزه لازم تكتب الرولز دي علشان توزعها على زميلك كلهم قبل ما تطلعوا الرحلة عند حل مشكلات اكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قسمها كما قسمت المشكلة من علم الواقع اعلى انجز الاجزاء التي بامكانك حلها قطوة صغيرة تلو الاخرى هادفا الى حل المشكلة الكبرى انت عندك مشكلة كبيرة جدا ولازم انك تقسم المشكلة الكبيرة دي لمشاكة صغيرة طريقة تقسيم المشكلة لخطوات دي ممتازة جدا وبتنفع طبعا معظم الوقت انت اول ما هتقرر انك تقسم المشكلة الكبيرة بتاعتك لمهام صغيرة ساعتها المشكلة ممكن تتحل بسهولة جدا طب تعالوا نشوف بقى الجزء بتاع لنا استكشف مع بعض في الفقرة دي الفقرة دي احنا هنطبق مهارات حل المشكلات اللي شفناها في الفقرة اللي فاتت طيب تعالوا نشوف بقى في فقرة اللي نتعلم احنا عارفنا ازاي نعمل البروزيس دي تعالوا نشوف الفقرة اللي بعدها لنا استكشف طيب دلوقتي عايزين نشوف الفقرة دي فيها ايه؟ عندنا هنا كزا نقطة مهمة لازم نقولهم مكتوب عندنا إيه؟ بيقول لي اعمل في مجموعة من أربعة أشخاص إحنا هنعمل جروب يعني اقرأ المشكلات التالية وأختار إحداها هتقرأ شوية مشكلات وهتختار واحدة منهم أول نقطة عندنا عدم خروج الأوراق من الطباعة أثناء عملية الطباعة يعني الوراق ما بيخرجش من البرينتر اللي عندك المشكلة التانية مكتوب عندنا مكبرات الصوت لا تعمل السبيكرز اللي عندك مش شغالة النقطة الثالثة صعوبة استجابة الكمبيوتر لأوامر المستخدم الكمبيوتر مش راضي نفذ أي أوردر أنت بتدهوله طيب مكتوب بعدها ثم ناقش كيفية حلها هنحل المشكلة دي إزاي؟ لو أنتوا تحبوا ممكن تختاروا مشكلة من دول وتشاركوها مع مدرس الفصل أو زمايلكوا اللي موجودين معاكم أو طبعا أي فرض من أفراد قصرتكم ولما تشاركوهم لازم هتعرضوا كل خطواتكم لحل المشكلة إحنا عايزين نحل المشكلة من المشاكل اللي قدامنا اللي انتوا هتختاروها وما تنسوش أن الخطوات دي بتكون خطوات صغيرة واحدة تلو الأخرى يعني عندنا خطوة وبعدين خطوة بعدها وخطوة بعدها وتفضل ماشي في البروستس دي لغاية لما المشكلة الكبيرة بتاعتك تتحل بسهولة جدا طب تعالوا دلوقتي بقى نشوف فقرة لنراجع اللي هنتأكد فيها على كل حاجة عملناها مع بعض ونشوف إحنا عرفنا فعلا وتعلمنا في درسنا النهاردة ولا لأ طبعا كلنا تعلمنا حاجات كتير تعالوا نشوف مكتوب عندنا إيه لنراجع قبل ما سيبكوا زي كل مرة النهاردة إحنا هنطلب منكم إن إحنا نقرأ الجزء ده تحت كلمة لنراجع بيطلب مننا حاجتين تعالوا نشوفهم علشان نطبق كل اللي احنا تعلمناه في السؤالين اللي مكتوبين عندنا السؤال الأول رقم واحد بيقولي كيف يمكن أن يساعدك تقسيم مشكلة كبيرة إلى أجزاء صغيرة في حلها وده طبعا إحنا اتكلمنا فيه وعرفنا إن الخطوات والأقسام الصغيرة نبسط الحاجة يعني لمهام صغيرة لأقسام صغيرة لستابس صغيرة ممكن طبعا تحقيقها وطبعا دي بتكون أسهل بكتير جدا من الخطوة الكبيرة اللي على بعضها يعني ما تقررش إنك يبقى عندك مشكلة وتقول حلها كذا لأ أنت هتاخد براسس هتاخد ستابس لغاية لما هتحل المشكلة بتاعتك زي المشكلة اللي تكلمنا عنها بالزبط بتاعة الرحلة اللي طلبها منك مدرس الفصل إنك تنظمها إحنا قسمنا المهام بتاعتنا ومشينا البروسس ستاب باي ستاب طيب تاني نقطة عندنا مكتوب عندنا إيه تعالوا نقرأ السؤال رقم اتنين بيقولي كيف ساعدك العمل ضمن مجموعة في حل المشكلة الواردة في قسم لناستكشف الجزء اللي فات يعني النقطة دي مهمة جدا وطبعا كنا بنقول عليها كتير جدا في كل الدروس بتاعتنا اللي فاتت تعالوا نكتب المثال ده مع بعض اكتبوا ورايا هو أنتوا لما حليتوا مشكلة من المشاكل المعروضة قبل كده اتصرفتوا ازاي احكوا يعني عملتوا ايه وشاركوا أفراد قصرتك ومدرس الفصل في تقسمك المشكلة لأجزاء في مجموعتك وإنتوا طبعا إحنا عارفين أن شغل الجروبس مهم جدا ولزيز جدا وإنك بتقسم المهام بتاعتك عليك وكلكم في السؤال التاني ده بيقولي كيف ساعدك العمل ضمن مجموعة في حل المشكلة الواردة في قسم لناستكشف أنت كان عندك مشكلة من المشاكل وإحنا قلنا أنك هتختار مشكلة وإنه ممكن يكون عندك جروب متكوم من أربع أفراد وتقدر أنك تختار مشكلة من المشاكل دي وتحاول أنك تدور على حلها هو أنت مش ممكن الـ points اللي أنت هتنظمها كل واحد يبقى ليه مهمة معينة يبقى إحنا استفدنا من الجروب بتاعنا ولا لأ؟ بدل ما واحد بس هو اللي كان هيعمل الأفكار كلها والمهام بتاعته لوحده؟ لا ده إحنا بقينا مجموعة كبيرة متكونة من أربع أو خمس أفراد يقدروا أن هم يحلوا المشكلة الكبيرة بتاعتهم أو أي مشكلة بتواجههم ويحطوا لها points ويبقى عندك مهام وكل واحد ليه مهمة معينة أو مهمتين على حسب ما هتقسموا المهام بتاعتك ولازم تتنفذ يبقى الموضوع الكبير ده اتقسم لمهام وكمان اتقسمت علينا كلنا كجروب فطبعا الموضوع بيكون أسهل بكتير جدا من لو واحد اشتغل لوحده وطبعا دي من أحدى الحاجات إن احنا نتعامل مع الناس اللي حوالينا ونتكلم أكتر ونعرف أفكار أكتر وأكتر لما نتكلم كلنا مع بعض طيب جميل جدا تعالوا بقى نشوف آخر جزء معانا في درسنا النهاردة التقييم الذاتي قبل ما نمشي عاوزكوا ترجعوا لأهداف الدرس وعاوزكوا أنتوا اللي تقولوا مش احنا علموا جنب كل جملة من اللي انتوا شايفينها هل أنا كطالب اتعلمت الأهداف دي ولا لسه شوية وطبعا أنا عايز أطلب منكم إن أي حد مش فاهم أي نقطة كويس جدا يقدر إن هو يروح لمدرس الفصل وعايز أطلب منكم كمان إن أنتوا وإنتوا بتقرؤوا النقط بتاعة الأهداف بتاعت الدرس بتاعتنا تعلموا جنب أي جزء أنتوا مش فاهمينه كويس أو هو لسه مش واضح بالنسبة لكم قوي وتقدروا طبعا تعرضوا السؤال بتاعتك أو الأسئلة بتاعتك لمدرس الفصل من غير ما نتكسف إحنا كلنا عايشين علشان نتعلم أكتر وأكتر حياتنا فيها تفاصيل كتير والصعوبات اللي بتقابلنا محتاجة تفكير بالتكنولوجي هنقدر نطور حياتنا ونحل المشاكل ونكفي احتياجاتنا خليك وصل دايما أنك شخص قادر على كل تحدي وأنك فعلا شخص مؤثر على كل الناس اللي حواليك وعلى المجتمع كله فرحان بيكم جدا طلاب الصف الرابع الابتدائي ومبسوط جدا أن أنا كنت معاكم النهاردة وبرافو عليكم وإحنا كده نبقى خلصنا الدرس الأول والتاني وشوفكم الحلقة اللي جاية وهنتكلم عن التطبيق بتاع الدرس الأول والتاني ودرس جديد مع مستر ديفيد فريد مع السلامة اشتركوا في القناة